السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم تيتشر سامر بفيديو جديد وبيان جديد اهم من اللي قبله وزي ما احنا عارفين الفترة دي احنا متابعين الامتحانات واخبار الامتحانات والنتيجة بتاعت الامتحانات وكل الحاجات الجميلة لشغلة دماغكم دي قبل ما نقول البيان جديد وده المهم جدا ولازم لازم تشوف الفيديو الاخره لانه بيقولك عن خبر مهم قوي وكلنا فعلا ما كناش فاهمين وكنا محتاجين توضيح فيه والحمد لله ان ما تفصيل او تفصيل الدرجات نزلت حبينا ان احنا نكون من اوائل الناس ان احنا نعرفها لكم الا وهي طريق التوزيع الدرجات اللي هيتم الحصول عليها الطالب في الابتداء والاعدادي في مراحل النقل بداية من الصف الربع الابتدائي للصف الثاني الاعدادي ما ننساش ندوس لايك واشتراك للقناة ونفعل زر الجرس لان انا قطي لكم الفترات الجاية هيبقى فيه بيانات مهمة جدا ومؤكدة لاني دايما بوضح لكم ان اي بيان بينزل بيكون عن طريق الموقع الرسمي للوزارة او الصفحة الرسمية ليهم على السوشيال ميديا او على الفيسبوك البيان النهاردة بيتكلم بخصوص احتساب درجة النجاح او ضوابط التقييمية للطلاب بيتم بها هيتم بها ضبط درجاته في لزم المرحلتين الابتدائي والاعدادي هنقول البيان مع بعض وبردو كالعيدة هوضحه او هفسره اشارت وزارة التربية والتعليم الى عدة ضوابط لتقييم طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني السنوي وقد حددت الوزارة قلية وكيفية احتساب درجات الطلاب لكي يتم انتقالهم الى الصفوف الاعلى وجاءت على النحو التالي بمعنى كالعيدة بتوضحنا ان احنا هنقول دلوقتي ايه الدرجات او ايه متوسط الدرجات اللي هي بتاعت الدرجات النجاح بمعنى اصح كده علشان ينتقل للصف او المرحلة الاعلى بالنسبة لصفوف النقل الابتدائي والاعدادي بالنسبة لصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الاعدادي يتم حساب درجة الطالب على الترمين فيحسب 50% من الدرجات بالنسبة لدرجاته يعني في الترمي الاول و50% بالنسبة للمتوسط امتحان شهري مارس اللي هو شهرين اللي تم امتحانه فيه ملوى شهري مارس وابريل لان طبعا كلنا عارفين محدش امتحان حاجة في شهري مايو في الفصل الدراسي التاني يتم جمع درجات امتحانات الترمين ولابد ان يكتاز الطالب 50% في المجموع الكل و25% في الترمين بمعنى دلوقتي عشان الطالب باذن الله ينجح ويعدي كده على خير الدرجات هتحتسب بالشكل التالي زي ما احنا كنا متعودين اصلا في السنين العادية قبل الظرف اللي احنا فيه ده كان 50% على درجات الترمي الاولاني و50% على درجات الترمي التاني 50% درجات الترمي الاول تحتسب زي ما هي لان كل اولادنا دخلوا امتحنوا خلاص وخدوا درجات للترمي الاول اذا مش هتنقص اي حاجة من 50% الخاصة بدرجات الترمي الاولاني لكن هيتم احتساب 25% في درجة الترمين اللي هي بمثابة 50% لان اصلا ما امتحنوش غير الشهرين مارس وابريل تمام؟ يبقى كده عاوزين 50% المجموعة الكلي على الاقل و25% المادة ايه في النسبة للمادة في الترمين طيب في حالة عدم حصول الطالب على 25% في المادة او 50% في مجموعة درجات الكلي يخوض امتحانا تكمليا في شهر مايو الجاري يعني انت كده البست يا استاذ وتضطر تروح تمتحن في شهر مايو الشهر اللي احنا موجودين فيه عشان انت اعتبر آسفا انت تعتبر من الراسبين بمعنى ان حضرتك لازم يكون مجموعة على الاقل 50% درجات مجموعة الكلي تمام؟ لانها أقل من كده حضرتك هتبقى راسب طيب الامتحانات هتم ازاي؟ الامتحانة هيمتحن المادة اللي تم السقود فيها فقط لغير مش في كل المواد تمام؟ اللي تم الرسوب فيها فقط لغير طيب بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثاني ويبقى الناس اللي احنا مش عارفين لهم حاجة دول اعتبرت وزارة التربية والتعليم الفني ان كل من حضر امتحان الفصل الدراسي الاول اجتياز ولا يضاف للمجموعة يعني ايه؟ يعني انت احنا كده اكتزنا امتحان الترمي الاولاني تمام ومش هيتضاف للمجموعة كما يتم تقييم الطلاب على امتحانات شهر ابريل فقط لان هو شهر اربعة اللي امتحانوا فيه وسيمثل مية في المية من درجة كل مادة وبالتالي في ان درجة الطالب ستحتسب وفقا لما سيحصل عليه من درجات في امتحان شهر ابريل يعني يا استاذ دوي كارثة او ده قرار كارثي ان امتحانات الترمي الاولاني اصلا طبعا مفيش ترمي الاول سنوي فمفيش اي حاجة تتحسب يعني اذا اختبارك كله او اختبار السنة كلها هيتوقف على امتحانك في شهر ابريل فقط لا غير ونتيجتك هتحتسب على الشهر ده بس شهر ابريل كأن السنة كلها بتمتحانها في شهر واحد وده طبعا انا عارفة ان قرار كارثي بس الله يكون فوقا للاولاد ونعد الفترة دي على خير وتكون نتيجة ابريل هي نتيجة الترمي التاني والعام الدراسي كله وهو ده الجزء الكارثي اللي بتكلم فيه لانها يبقى صعبة طبعا بالنسبة للاولاد بس الحمد لله نتكومنت او لا تعليق تمام وبالنسبة برضو للإحتمالات اللي احنا بنتكلم فيها اذا حصل الطالب على 25% في المادة الواحدة او 50% من المجموع الكل فعلى سبيل المثال اذا كانت مثلا درجة اللغة العربية من 80 فاذا الطالب يحتاج الى 25% او 20 درجة تمام يعني دلوقتي اللي احنا بقى يعني هنملخص اللي احنا فهمناه بالنسبة للسنوي زي ما بلغتوا لحضراتكم ان كده خلاص مفيش امتحان نترمى اول فيهم ولا اي درجات اخرى هتحتسب اما الدرجات هم هياخدوها على ايه على امتحان شهر ابريل فقط لا غير وكده يعتبر السنة كلها امتحانيها في شهر واحد فقط وبالنسبة للدرجات لابد من حصول الطالب على 25% في المادة او 50% من المجموع الكل ودينا مثال بمادة اللغة العربية ان شاء الله كونوا استفدتم معايا من البيان ورجاء رجاء رجاء ندوس لايك وندوس على علامة الجرس عشان اي بيان جديد او اي فيديو جديد سواء شرح او تفصيل او بيانات جديدة خاصة بالفترة الطريقة اللي احنا مشير فيها دي ربعي عديها على خير يجيلكوا اشعار بيها الاشعار ده بيجي بمجرد حضرتك مهدوس على زر الجرس عايز اهلوكو اشعار بالفيديو جديد او بالبيان الجديد وبرجاء برضو متابعتنا على صفحة الفيسبوك باسم تأسيس من السفر مع ميز سمر واللنك بتاعها دايما بسيبه في الديسكريبشن او في صندوق الوصف تحت عشان تتابع معي تمام والبيان اللي جاي ان شاء الله احنا اتكلمنا على مصير امتحانات المواد الغير مضافة للمجموعة واتكلمنا على كشف بالنسبة يعني الاسلوب او كشف مصير الراسبين في امتحانات شهر ابريل تمام فيه برضو بيانات انا مش هصرح عنها دلوقتي باذن الله هتنزل في خلال بكرة او بعده بالكتير لانها مهمة جدا بالذات للصف الثانوي والشهادة الاعدادية لان انا عارفة ومتأكدا انتو منتظرينها كتير وبكده نكون انتهينا ومتشاكرة جدا لسماعكم معي وفي انتظار بيانات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر